اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بمواصلة منع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة في حين حذر برنامج الأغذية العالمي من وجود مجاعة شاملة في شمال القطاع ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة أنه في الوقت الذي يعلن فيه أو يعلن فيه بوجه عام عن وقوع مجاعة رسمية في مكان ما يكون قد فات الأوان بالفعل لإنقاذ الكثير من الأشخاص مع تزايد التحذيرات من وجود مجاعة شاملة شمال قطاع غزة اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بمواصلة منع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في ليبلازاريني قال إن قوات الاحتلال منعته من دخول غزة مرتين خلال أسبوع واحد وإنه في الأسبوعين الماضيين فقط تم تسجيل عشر حوادث شملت إطلاق النار على القوافل وإلقاء القبض على موظفين بالأمم المتحدة والتأخير الطويل عند نقاط التفتيش مما أكبر القوافل على التحرك أثناء الظلام أو إلغاء مهمتها تقرير مدعوم من الأمم المتحدة نشر مؤخرا أفاد بأن المجاعة توشيكة ومن المرجح أن تحدث في شمال قطاع غزة ويمكن أن تنتشر في أنحاء القطاع قريبا وأعلان المجاعة يحدث عندما يكون عشرون بالمئة على الأقل من السكان يعانون من نقص حاد في الغذاء وعندما يعاني طفل من كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية الحاد ويموت شخصان من كل عشرة ألاف شخص يوميا بسبب الجوع أو سوء التغذية والمرض ويقول مسؤولون في الأم المتحدة أنه في الوقت الذي يعلن فيه بوجه عام عن وقوع مجاعة رسميا في مكان ما يكون قد فات الأوان بالفعل لإنقاذ الكثير من الأشخاص